هذا الخبر المفجع يؤكد لكم جميع الأخبار التي تابعتموها حول فضائح دور الرعاية والأسر الحاضنة وأنا في هذه القناة وثقت عشرات الأخبار من السويد واليوم معنا خبر مؤسف من فرنسا حيث بدأت المحاكم الفرنسية محاكمة رجل يعمل في الشؤون الاجتماعية ركزوا يا جماعة في هذا الخبر أرجوكم هذا الشخص رجل يعمل في الشؤون الاجتماعية عمره 57 سنة ماذا فعل هذا الشخص؟ هذا الشخص قام باغتصاب طفل لمدة 12 سنة اسمعوا يا مسلمين طفل اختطف من أسرته ووضع فيه دار رعاية يقولون دار رعاية مزعومة هذا الطفل اغتصب لمدة 12 سنة ما حد حس به ولا حد عرف ولا حد قال أي شيء ولا حد استجوب الطفل وقال له هل في حد بيغتصبه؟ خلاص يا جماعة ما هو تاخذ من الأسرة خلاص الموضوع خلاص فهذا الشخص الذي اغتصب هذا الطفل لمدة 12 سنة لم يكتشف لمدة 12 سنة هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ والله العظيم كارثة يا جماعة أقسم بالله كارثة الذي حدث كما جاء في هذا الخبر أن هذا الرجل هذا الشخص بعد أن اغتصب الطفل لمدة 12 سنة هكبر لكم الكلام عشان الناس تقرأ اللي بيعرفوا اللغة الفرنسية بعد أن اغتصبه لمدة 12 سنة وبعد أن بلغ سن الرشد أخذه إلى المنزل ليجعله دمية جنسية أو لعبة جنسية كما يصف الخبر هنا الخبر هو تتم حكمة رجل من جنوب طارن أمام محكمة جنايات بتهمة اغتصاب مراهق لمدة 12 سنة انتهى به الأمر بتبنيه ليكون دائما في متناول يده هنا أن ينتهي به الأمر بتبنيه عندما بلغ سن الرشد من أجل الاستمرار في جعله في متناول يد أو هنا لعبته الجنسية ويقول هنا أن الذي فعله هذا يقشعر منه الأبدان والله تقشعر منه الأبدان فعلا تقشعر منه الأبدان لم يكتفي باغتصاب الطفل لمدة 12 سنة طيلت فترة رعايته في هذه الدار اللي كان بيشتغل فيها هذا العامل بل أخذه إلى المنزل بعدما هراه بعدما حولوا إلى بقايا مع الطفل هذا أصبح دمية جنسية أصبح خاضع له تماما هذا الخبر هدية لهؤلاء المجرمين الذين يدافعون عن هذه المؤسسات بالمناسبة هذه الوقاع عشان برضو الناس تشوف الموقاع دي بيتحق فيها ازاي هذه الوقاع كانت بين عامي 1998 و2010 ولم يحاكم هذا الشخص إلا سنة 2019 التهمة في سنة 2019 يبدو أنه ضبط وهو يغتصب أطفال آخرين يعني هو فضل يغتصب هذا الطفل وأخذوا على البيت وشغال معاه ومية مية وأمرهم تمام ولكن يبدو أنه اغتصب أطفال واشتكوا عليه فمسكوا واتهموا باغتصاب الأطفال واغتصاب هذا الطفل اللي كان ضحيته وهنا عنوان جانبي للأسف بصوا المقالة للمشتركين لازم أدفع واحد يورو كل شهر عشان أشوف بقية المقالة لكن الجزء المحجوب يعني ممكن نستنتجوا من إيه جماعة من العنوان الجانبي شوفوا العنوان الجانبي المكتوب هنا تقول للصحيفة دور الأب البديل جعل الشاب فريسة مثالية اسمعوا يا من تدافعون عن هذه المؤسسات الإجرامية يا ويلكم من الله يا ويل كل من يتهم الأسر ويقف مع السوسيال في السويد أو في هولندا أو في ألمانيا أو النمسا أو فرنسا أو النرويج أو فنلندا أو أي دولة أخرى مجرمة هل رأيتم تبعاء تطبيق هذا القانون الفاشل الذي يزعمون أنه لرعاية الأطفال؟ هذا القانون هو القضاء على ما تبقى من الطفولة هذا القانون هو لتضييع الأطفال وما زلت أتحدى أن يأتوا لنا بشاب مسلم اختطفوه من أسرته وأصبح ناجحا حسبنا الله نعم الوكيل طبعا أنا كان ممكن في هذه الحالة آتي لكم بخبر الرجل الذي اغتصب أحد الأشخاص اللي كان أسرة أيضا حاضنة اغتصب البنت 250 مرة 250 مرة وعمره حاجة وخمسين سنة بالمناسبة عشان يرويك ويحطوه مع ناس كبار ما ناس كبار دول هم المجرمين أصلا عندهم خباثة وخناثة كده ومجرمين لكن وثقت لكم دور الرعاية في السويد واللي بيحصل في اغتصاب وبسق للفتيات وضرب الفتيات وتعنيف للفتيات وأحداث مريبة وانتحار فطبعا أنا مش وقته إن أنا أعيد هذه الأشياء لكن دعونا نتكلم عن تحقيق صحفي شهير كان سنة 2020 هذا التحقيق من فرنسا وأنا اليوم جاي بفرنسا عشان بعض الناس للأسف الشديد اتصلوا علي بيقولوا لي ما فيش الكلام ده بيحصلش في فرنسا يا راجل اتقل لا يا راجل يا راجل اقرأ الخبر ده يا راجل يا راجل اقرأ الخبر ده يا راجل أهو يا راجل أهو أهو واحد استغلت طفل 12 سنة كدمية جنسية وبعدين أخدوا على البيت عنده هل رأيتها استغلال ويقولك الأسرة أصل الأسرة عنفته يا سفلة يا سفلة أصل الأسرة أصل العرق أصل الناس ما بيربوش أولادهم كويس فأخدوهم بقى عشان يربوهم كويس أصبحوا دمية جنسية أو أصبحت البنت دمية جنسية أي واحد من الناس دي تشوفوهم والله مش عاوز أقول لكم تعملوا فيهم إيه أنتم معرفين هتعملوا فيهم إيه سفلة مجرمين لا يوجد أي احترام فيصل القاسم مش عارف مين جود عقاد مش عارف كل هؤلاء بسقوا عليهم بسقوا عليهم حقيقة عندما يأتون ويدافعون عن هذه المؤسسات المجرمة هذا التقرير يتحدث عن وثائقي أذيع في فرنسا سنة 2020 والله يا جماعة أشياء هنا في هذا التقرير شوفوا حتى عطين الطفل شكل عامل إزاي أشياء فعلا يقشعر منها البدن شوفوا أنا هترجم باللغة العربية وإنتم إن شاء الله هيكون عندكم التقرير هذا التقرير يسلط الضوء على ما يحدث للأطفال في دور الرعاية أو الأسر البديلة أو الأسر الحاضنة من يقرأ هذه التقارير يدرك تماما فشل مؤسسات الرعاية المزعومة وأن أي طفل يقع تحت أيدي هؤلاء فهو عرضة للتمييز والضياع بعكس الأسرة الأصلية مهما كانت مخطئة فلن تفعل فيه ما يفعله هؤلاء الحقراء والله يا جماعة يعني مش عارف أقرأ لكم يعني اللي بيفهم الفرنسية صدقوني سوف يشعر بجنون لما يقرأ المكتوب في هذا الكلام على سبيل المثال من ضمن من أعدوا هذا التقرير أحد الأشخاص اللي كانوا ضمن الرعاية الاجتماعية ركزوا يا جماعة هذا الشخص كان من ضمن الذين خضعوا لي الرعاية الاجتماعية ماذا يقول يا جماعة ماذا يقول 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 له ماذا كان أرد فعلك الأول بعد مشاهدة هذا الفيلم الوثائقي يقول أردت كسر كل شيء يعني شكلك غاضب جدا في كل مرة أشاهد فيها هذا النوع من الأفلام الوثائقية أجد نفسي دائما مصدوما وغاضبا وأتجاوزه بعد يومين حالات الاقتصاف في البيوت تخاطبني لأنني كنت ضحية بنفسي بالإضافة إلى عنف المربين أو الإجبار على تناول عقاقير مثل الفاليوم عقاقير الفاليوم هذه أعتقد تتعلق بالاكتئاب أو منوم أو آه عندما لم يتم تشخيصي مطلقا على أني مفرط النشاط آه هذا الدواء يعطوه للأطفال اللي عندهم فرط حركة يعطوهم هذا الدواء لكي يهبط من معنوياتهم وجهازهم العصبي اسمعوا يا جماعة هذا الكلام اسمعوا هذا الكلام هذا التقرير يتحدث عن تلتمية واربعين ألف طفل وضعوا في فرنسا في دور الرعاية الأقل اللي بيقول لك ما فيش حاجة في فرنسا يا عمي روح يا عمي نام في أي حتة نشفى الفاليوم مخدر يا أخ مصطفى نعم الفيلم الوثائقي في هذا الرابط أخي هنا المفروض أن يطلع هنا يبدو أنه إما محجوب لأني مش عايش في دول الاتحاد الأوروبي أو أنا يمكن عندي مشكلة في المتصفح الوثائق يا هو فيديو اليوم يعتقد أنه هو تحت في هذه النقطة السوداء أكثر من ساعة ونصف من الفيلم الوثائقي يتحدث عن الأسر الحاضنة عندما يتم وضع غالبية الأطفال هناك في 176 ألف أسر حاضنة من أجل قراءة جيدة وإدراك حقيقيا من أمر به لا ينبغي إغفال هذا الجزء حالات الاقتصاب في البيوت تخاطبني لأنني كنت ضحية هذا أحد الأولاد يقول هذا الكلام يتحدثون عن أشياء كثيرة جدا 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 يعني مثلا مثلا أن الأسر الحاضنة بتاخد موافقة على ولاية قضائية أخرى وكذلك هنا يا جماعة هذا الفيلم يرفع الحجاب عن فضيحة أخرى وهي بغاء الفتيات تحت مسؤولية برصة طبعا هما الترجمة خاطئة مش برصة عمان اللي هي دولة سلطنة عمان لا هذه مؤسسة فرنسية اختصارها ثواني اختصار هذه المؤسسة هو لا اي اس اي فهذا هو الترجمة يقول أن الفتيات عمرهم 13 سنة اللي هما وغدونهم في الرعاية اللي وغدونهم من الأسرة كانوا يرسلون هؤلاء الفتيات إلى الفنادق لرجال الأعمال وموظف السوسيال والمجرمين لاغتصابهم طبعا يمارسنا البغاء بعد ما علموهم أصبحوا دومية جنسية الناس اللي بتقولك بيغدوهم يا أخي دار الرعاية عشان الأسرة دي مجرمة بتضرب العيال الأسرة ضربت العيال شوف يا جماعة الأم بترفع صوتها على عيالها انتوا جايين منين بين الشرق الأوسط يا جهلة يا مجرمين يا سفلة يا كلاب يا من تتحدثون بهذا الأسلوب للأسر التي فقدت أطفالها والله مجرمين ولن أترككم لن أترك لهؤلاء أي فرصة لأن يفلتوا من هذه الفضيحة كل يوم كل يوم سآتي لكم بهذه الفضائح حتى تروا أنكم مجرد حقراء أنذال تلحسون أرجل الغرب والله كل فترة لن أترك هؤلاء لن أترك لهم ولا حتى ثغرة بسيطة عندما يسمع عن جرائم اغتصاب الأطفال واستخدامهم كدمة جنسية بنات وشباب في هذا العمر ضعفاء يغضوهم من الأسرة بسبب تعنيف أو مشاكل زوجية واحد طلق مراته يستغلوا المشكلة بينهم بين مراته يروحوا يغضوا الأولاد أو يغضوا الأولاد يحطوهم مع الزوجة وبعد فترة يلعبوا على الزوجة ويغضوا منها الأطفال وقصص كثيرة جدا جدا ولا يستثنى من ذلك أي دولة أوروبية هذا الكلام التقرير الناس اللي بتحب التوثيق التقرير في أول وصف للفيديو أنا مش هحطه في أول تعليق لأنه التعليق أول تعليق بيحصل عليه تعليقات كتير ملهاش لزمة في وصف الفيديو اضغط على عنوان الفيديو كده وانت بتتفرج هتلاقي تحت كده في الوصف المصادر كلها بالترتيب زي ما تعرضت في هذا البث طولت معكم في هذا الموضوع لكن صدقوني الموضوع يستاهل يستاهل إن احنا نتكلم في موضوع السوسيال يكفيني هذا الذي فات يكفيني ما فات من أخبار عشان كل مخدوع بهذه المسمى جنة الدجال أي واحد مخدوع أو يدافع عن هؤلاء المجرمين يرى هذه الفضائح وستبقى عار على جبينه والله اللي أنا وثقت في الحلقات السابقة يكفي يا جماعة بصراحة يكفي اشتركوا في القناة